هل تساءلت يوماً ما الذي يحدث للوقت والمكان عندما تتحرك بسرعة الضوء؟ هل يمكن أن يتباطئ الوقت بالنسبة لك بينما يسري بشكل طبيعي للآخرين؟ وماذا لو أخبرتك أن السبب براء كل هذا هو شيء واحد فقط؟ سرعة الضوء الثابتة في هذه الحلقة سنغوص في أعماق النسبية الخاصة لأينشتاين ونكتشف كيف أن ثبات سرعة الضوء هو من دفع أينشتاين في التفكير في إنحناء نسيج الزمان والمكان والذي نسميه الزمكان وهذا ما سأوضحه لك في نهاية الحلقة استعدوا لرحلة مذهلة تغير مفهومكم للواقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم نحن نعيش في عالم ثلاثي الأبعاد حيث لكل شيء طول وعرض وارتفاع فكر في الكرة التي تمسكها أو المبنى الذي تراه أو حتى نفسك جميعها أجسام ثلاثية الأبعاد لكن أينشتاين جاء بمفهوم ثوري يخبرنا أن الكون ليس ثلاثي الأبعاد فقط بل هو رباع الأبعاد البهد الرابع هذا هو الزمن لذا فكوننا ثلاثي الأبعاد هو في الواقع جزء من كون رباع الأبعاد يعرف بإسم الزمكان لفهم الأمر بشكل أبسط تخيل أننا قمنا بإجراء تبسيط وانتقلنا من ثلاثة أبعاد إلى بعدين فقط في هذه المساحة ثنائية الأبعاد إذا أطلقنا شعاعا ضوئيا فإنه سيتمدد في دائرة مثالية بسرعة الضوء هذه الدائرة المتسعة تحتاج إلى شيء أساسي لتنمو إنها تحتاج إلى الزمن وبإضافة الزمن كبعد عمودي على هذه الأبعاد المكانية نرى أن دائرة الضوء هذه تنتشر عبر الزمن لتشكل ما نسميه مخروط الضوء المستقبلي لا شيء في هذا الكون يمكنه الهرب من مخروط الضوء هذا إلا إذا تجاوز سرعة الضوء وهذا أمر مستحيل يتمدد هذا المخروط بسرعة الضوء وتكون أخصى زاوية له دائماً 45 درجة بالنسبة للزمن وهذه الزاوية 45 درجة ليست صدفة بل هي نتيجة مباشرة للطبيعة الثابتة لسرعة الضوء ولتوضيح هذا الأمر في ثانية واحدة يسافر الضوء مسافة 300 ألف كيلومتر عبر الفضاء وبما أننا نرسم محور الزمن ومحور الفضاء على مخطط الزمكان بحيث يتناسبان مع نفس المبياس على سبيل المثال وحدة واحدة على محور الزمن تمثل المسافة التي يقطعها الضوء في تلك الوحدة الزمنية فإن المسافة التي يقطعها الضوء في اتجاه الفضاء ستكون مساوية تماماً للتقدم في الزمن هذه العلاقة المتساوية بين المسافة والزمن هي التي جعلت زاوية المخروط 45 درجة لأنها تمثل المسار الذي يسلكه شيء يتحرك بأخصى سرعة ممكنة في الكون وهي سرعة الضوء أي مسار آخر داخل المخروط يمثل سرعات أططة وبالتالي ينحرف بالزاوية أقل من 45 درجة عن محور الزمن الآن دعونا نتحدث عن النسبية تخيل أنك وصديقك واقفان في أماكن مختلفة موقعك بالنسبة لصديقك يختلف عن موقعك بالنسبة لشخص آخر يقف في مكان مختلف وهذا ما نسميه النسبية إذن الموضع نسبي ولكن ماذا عن الحركة؟ تخيل أنك ثابت وصديقك يسافر في قطار يتحرك بسرعة ثابتة من وجهة نظرك صديقك يبتعد عنك بسرعة 200 كم في الساعة ولكن من وجهة نظر صديقك هو ثابت وأنت من تبتعد عنه بنفس السرعة لا يشعر صديقك بأي حركة لأنه في حركة ثابتة هذه هي الحركة النسبية كلاكما على حق لأن السرعة نسبية وتختلف باختلاف إطار المرجع جميع قوانين الفيزياء صالحة لكلاكما لأن كل منكما لديه إطار مرجعي خاص به وهنا يأتي دور مخططات الزمكان عندما نضيف بعد الزمن إلى مخططاتنا المكانية يمكننا تمثيل هذا بسهولة الجسم الثابت في المكان لا يزال يتحرك عبر الزمن وإذا بدأ الجسم في الحركة بسرعة ثابتة فإن خط مساره في الزمكان ينحرف عن نحور الزمن الأصلي تسمح لنا مخططات الزمكان بتغيير منظورنا حيث يمكن لكل مراقب أن يرى نفسه ثابتا وأن الآخر هو من يتحرك فمن منظورك صديقك يتحرك بسرعة مئة كيلومتر في الساعة ومن منظور صديقك أنت تتحرك بسرعة مئة كيلومتر في الساعة بعيدا عنه في هذا النوع من الحركات النسبية المعتادة الأمر يبدو كأننا ببساطة نقوم بتدبير لإطارات الزمكان الخاصة بنا لتناسم منظور كل مراقب فكر في الأمر إذا رمى صديقك كرة في القطار المتحرك فسوف تسافر الكرة بسرعة عشرين كيلومتر في الساعة بالنسبة له ولكن من وجه نظرك أنت الثابت الكرة تتحرك بسرعة مئة وعشرين كيلومتر في الساعة مئة كيلومتر في الساعة للقطار زائد عشرين كيلومتر في الساعة للكرة كلاكم يحصل على إجابات مختلفة للسرعة وكلاكم على حق هذا يوضح أن السرعة نسبية وتعتمد على إطار المرجع وهنا يأتي الفارق الجوهري وأيضا في هذا النوع من الحركات النسبية التي نلاحظها يوميا تبدو كأننا نقوم بتدوير لإطارات الزمكان الخاصة بنا لتناسم منظور كل مراقب كل ما قلناه حتى الآن يتفخ مع حياتنا اليومية السرعة نسبية والمكان والزمان يبدوان مطلقين وغير قابلين للتغيير ولكن هنا يظهر لاعب واحد يقلب كل هذه المفاهيم رأسا على عقب إنه سرعة الضوء الضوء يسافر بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية ولكن المثير للدهشة هو أن هذه السرعة ثابتة لجميع المراقبين بغض النظر عن حركتهم وللتوضيح بمثال إذا كنت تتحرك بسرعة 30 ألف كيلومتر في الثانية باتجاه شعاع ضوئي فوفقا لما تعلمناه عن السرعة النسبية يجب أن تقيس سرعة الضوء سافر مسافات مختلفة في نفس الفترة الزمنية من وجهات نظر مختلفة ومع ذلك يظل ثابتا على سبيل المثال إذا كنت تطالد شعاع ضوئيا على لوح تزلج بسرعة 200 ألف كيلومتر في الثانية وبهد ثانية واحدة صديقك يقيس أن نضوء سافر 300 ألف كيلومتر لكنك من منظورك ستقيس أيضا أن الضوء سافر 300 ألف كيلومتر بعيدا عنك حتى لو كنت تتحرك هذا يعني أن المسافة الإجمالية التي سافرها الضوء من نقطة البداية بالنسبة لك هي 500 ألف كيلومتر 200 ألف كيلومتر مسافتك زائد 300 ألف كيلومتر مسافة الضوء عنك كيف يمكن للضوء أن يسافر مسافة أكبر في نفس الوقت مع بقاء سرعته ثابتة لقد رأينا كيف أن فبات سرعة الضوء يضعنا في موقف غريب ومحير إذا كان الضوء يسافر دائما بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية لكل مراقب بغض النظر عن حركته فكيف نفسر المواقف التي يبدو فيها أنه يقطع مسافات مختلفة في نفس الوقت الإجابة تكمن في مفهوم ثوري وهو أن المكان والزمان ليسا مطلقين بل هما نسبيان أيضا هذا هو جوهر ما اكتشفه أي نشتعين في نظريته لنسبية الخاصة تخيلوا أننا نحاول الحفاظ على سرعة الضوء ثابتة في مخطط الزمكان الخاص بنا بينما يقوم مراقب آخر بتغيير إطاره المرجعي أي أنه يتحرك بسرعة إذا حاولنا ببساطة تدوير محاور الزمكان كما فعلنا في الهندسة العادية التي نطبقها على حركة الكرة في القطار فسنجد أن سرعة الضوء تتغير بالنسبة للمراقب المتحرك وهذا غير ممكن لأننا نعلم أن سرعة الضوء ثابتة للجميع هذا هو التحدي الذي واجهه أي نشتعين هنا يأتي الحل المدهش الذي قدمته الفيزياء الحديثة فبدلا من تدوير الزمكان بالمعنى التقليدي يجب أن يمتد وينكمش بطريقة خاصة جدا هذا الانزلاق والتمدد والتقليص في محاور الزمكان والذي يغير من شكل المكان والزمان لكل مراقب متحرك هو ما يعرف بتحويلات لورنس هذه التحويلات هي المعادلات الرياضية التي تصف بدقة كيف يتغير المكان والزمان بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة عالية لضمان أن سرعة الضوء تظل ثابتة له وللآخرين على حد سواء وهذه هي القواعد الجديدة للكون عندما نتعامل مع السرعات القسوى تخيل أن محاور المكان والزمان يمكن أن تتمدد وتتقلص وتلتوي بطريقة دقيقة ومحددة لكي تحافظ على أن سرعة الضوء تبدو كما هي لكل من يراقبها بغض النظر عن سرعته هو وما هي النتيجة المذهلة لذلك عندما تكون في حركة فإن هذا التمدد في الزمكان الذي تصفه تحويلات لورنس يعني أن خط عالمك وهو مسارك عبر الزمكان ينبض ببطء أكبر مقاراتا بشخص ثابت ببساطة الوقت يتباطع عندما يكون الجسم في حركة نعم لقد سمعتموني بشكل صحيح الوقت ليس ثابتا لكل الناس فإذا سافرت بسرعة قريبة من سرعة الضوء فإن الساعة في معصمك ستدق أبطأ بكثير من ساعة شخص بقى على الأرض هذا هو ما يسمى بتمدد الزمن والأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا التمدد والانكماش يعني أن الفضاء ينحني هذا الانحناء ليس انحناء فيزيائيا بالمعنى ثلاث الأبعاد المألوف الذي يمكننا من رؤيته ككرة أو منحنة بل هو تشوه في نسيج الزمكان رباع الأبعاد نفسه هذا التشوه أو تمدد وانكماش الزمكان هو ما يضمن أن الضوء يظهر دائما بنفس السرعة لكل مراقب بغض النظر عن حركته قد يبدو هذا قريبا وغير مألوف لأننا لا نلاحظ هذه الظاهرة في حياتنا اليومية والسبب وسيط حركاتنا اليومية بطيئة جدا بالمقارنة مع سورات الدواء التأثيرات الناتجة عن تمدد الزمن والتغيرات الفضاء تكون ضئيلة جدا لدرجة لا يمكن ملاحظتها ولكن عندما تبدأ الأجسام في السفر بسرعات تقترب من سورات الضوء تصبح هذه التغيرات هائلة وملموسة إذن خلاصة الأمر هي أن الكون لديه قاعدة واحدة ثابتة لا تتغير أبدا سرعة الضوء وللحفاظ على هذه القاعدة فإن الفضاء ينحني والزمن يتباطأ هذا هو سر الجمال المذهل والبسيط في النسبية الخاصة كل شيء نسبي باستثناء سرعة الضوء يمكننا القول أن كل شيء في كوننا نسبي باستثناء شيء واحد وهو سرعة الضوء وللحفاظ على هذه الطبيعة ثابتة لسرعة الضوء فإن نسيج الفضاء ينحني والزمن يتباطأ هذا هو جوهر النسبية الخاصة لأينشتاين تأملوا معي هذه الدقة المتناهية التي يعمل بها الكون كيف للثابت واحد سرعة الضوء أن يفرض هذه القواعد الكونية العميقة التي تشكل نسيج الزمكان نفسه وتجعل الوقت والمكان يتفاعلان بهذه الطريقة المذهلة إنها الآية عظيمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وضقت صنعه للكون هو عجائب تدبيره التي تتجلى في كل تفاصيل من تفاصيل هذا الوجود إنها تدفعنا للتفكير والتأمل في بديع صنع الله وقدرته التي فاقت كل تصور والسؤال الآن ماذا يحدث عندما لا تكون الحركة ثابتة بل هناك تسارع هذا يقودنا إلى النسبية العامة حيث تلعب الجاذبية دورا رئيسيا ترقبوا حلقتنا القادمة لمزيد من الاكتشافات المذهلة إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجعس ليصلكم كل جديد شاركون آراءكم وأسئلتكم في التعليقات وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر